وخوالنا هواجر وأيضاً ضفير هذا لو جمعنا عددهم عدد جداً طيب لله الحمد زائد في شغلة مهمة جداً بقول لك شيئاً وايد ناس من العائلات تأثروا في أن أنا نازل ككويتي ونازل كغبلي فتعاطفوا معي وحقيقةً جدت اتصالات في هذا الشأن وطلبوني وحضرت في دواوين كثيرة جداً يعني عائلات كثيرة فهذا منطلق دعمي لكن أنا تفاجأت أن الكل قاعد يسمع الطرح ويقول أنا عندي المشكلة اللي أنت تتكلم فيها أنا عندي في بيتي الكل قاعد يقول لي كل بيت دخلته وكل أسرة اجتمعت فيهم فلذلك القبول موجود الحمد لله ونسبة النجاح بإذن الله تعالى تفوق السبعين في المئة التيار اللي تقول يدعمك التيار وهم يحاولون يدعموني كإسلامي مستقل حركة دستورية أنا أفضل أني أأجل الإجابة فقط على النقطة هذه لسبب لأن المعمع اللي صايرة عندهم تخوفني في أني أقبل دعمهم لا لأن الحركة دستورية علنت أن الناس اللي كل الدار الأولى سامي الشاهين حصرت الأسماء ورح يعلنون والسلف أعلنوا ورح يعلنون يمكن تدعم بالباطن يمكن يعني خلينا نقول خلينا نقول لما يعلنون أمار لأننا نعرفنا الأسماء طالب هم بلغوني هم بلغوني هم بلغوني التيار هذا طلبي هذا طلبي أنه أنتوا لا تعلنون إلا بعد ما تتأكدون أن أنا الأصلح هم ملاقين بديل ولا من قصد أن أنا أفضل أنا أكون صريح في دائرة الأولى دعمين أسامي الشاهين نعم دائرةنا محمد الدلال عندكم مدعوم وأعلن عنه صحيح نعم والسلف يدعمون على الأمار نعم فأنت يعني هل نقول علاقتك مع التيار يدعمك في حال أنه ظهر وبقوة ولا شلون طريقة الدعم لا أكون صريح معات طبعا هم يخافون على مرشحهم فلازم يرتكزون على مرشح عارفين أنه قوي وعارفين أنه القبائل معه وبعض المتفرقة من العائلات اللي ما عندهم قبيلة معينة فيقولوا لو طاح مرشحنا راح يكون هو كحضري تبدوي نعم متعلم راح يكون يسندنا وخصوصا أن أنا إسلامي مستقل نعم في سؤال ياي لك يقول لي أخضير لعنزي إيش فيه أخضير أخضير لعنزي نازل في الدائرة الرابعة من غير حدث من غير حدث نعم نعم من غير حدث نعم طيب ما هي المشكلة أنه ينزل من غير حدث ما في أي مشكلة نعم ينزل وإذا حبوا يدعمونه من تحت لي تحت ما في مشكلة بس مو بالضرورة أن التيار يدعم بإعلان يتأكد يشوف الوضع شافوا أنه والله الرجل في قوة ومدعوم فعلا من قبيلته أو من عائلته أو من عدة غبائل يوقفون معه ما في بأس هذه مساومات سياسية لكن أنا للأمانة ما أفضل المساومات السياسية ودائما أطلب كل ما أعرض عليه أقول أجلوها لآخر أسبوع أجلوها لآخر أسبوع ليش؟ مو القصد أن أنا أتهرب منهم أو أن أنا ما حب ألتقي معاهم في مصالح مشتركة بالعكس هما ناس يعني كافئ أنهم أعلنوا إعلان طيب وقالوا أننا ما قصدنا ما ندعم إلا مرشحيننا إحنا قصدنا ننتظر وندعم رح ندعم هذا إعلان كان واضح لما أنا هاجمت عملية الإعلان ما لهم الأول في أننا ندعم فقط واحد إنه معقولة هل يعقل أنت تعطون صوت واحد والثلاثة تحرقونهم قالوا لا إحنا رح نعطي بس نصبر شوية لذلك أنا صريح جدا ويمكن صراحتي أهم أحبوها ما أقول لك بس كل التيارات كل التيارات حابين صراحتي وحابين أن أنا أتكلم في قضية تخدم الجميع قضية التربية وتخصصي هذا الفرق بيني وبين أي مرشح نعم إحنا رح نلحق التربية لأن هذا همك وديدنك يا طالب ورح نتكلم فيه بتوسع نعطي أختنا أنوار أنوار أنت نازلة في الدائرة الخامسة وذكرتيني في نفسي سنة 2008 ولكن سبب اختيارك في الدائرة الخامسة وهي محسومة ترى الدائرة يعني من قبل الفرعيات وخلصها والحين كام وقاعدة مسحة العدل ما شفتيهم بلا صاد بس السنة هذه مو بالضرورة مو بالضرورة أحيب نشوف أنوار أول شيء أنا بنت الخامسة أنت بنت الخامسة مترابية فيها صباح الساعة مترابية فيها وأعرفها وأعرف طبيعة الناس اللي فيها وأعرف أن يعني يعني يمكن الناس باخذة فكرة عن الخامسة أنها ويت صعبة بالعكس أنت لما تدشين بينهم تعرفين أن ناس ما في أحسن منهم مو بعض المناطق يعني مثلا الظهر لا صباح الناصر أعرفتي شوية صعب المرأة تروح لهم وتقعد في الدواوين شوفي أنا ما رحت دواوين ريايين ما أكون صادقة معك يعني أنا عندي مدير الحملة يتوجه حق دواوين ريايين أنا كل تنسيقي مع دواوين الحريم هي اليمعة نحن نسميها ما في دوانية حق الحريم هي يمعة الحريم فنناقش الأمور طبعا ما في شي يسمونه شي مسبق أو شي مسجل بالعكس نخلي نقاش مفتوح نزيل فيعني لقيت بالعكس تشجيع منهم زي ما سويته إن شاء الله للأعلى طبعا استانسه والحريم فالفضة وكل اللي عندهم نبي ونبي 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 لشاكرهم فما لقيت صعبة بهذا الشيء هذا بالعكس نزيل طبعا أنت ييتهي وسألتك هذا للديرة البروشوري اللي عندها شعارتش ولا شنو شن شعارتش نعم شعار هذا الفوق أقسمت بأن تكون الكويتو بناءها نعم أهم أولوياتي هذا هذا شعارتش نعم أبت تعطيني يا طالب نعم فضل أقسمت وليش قسمت أنا أقول لك مشكلة الشباب عندنا بالكويت يعني شيء يرثله عندنا البطالة يعني هاي شيء عجيب ديرتنا احنا فيها بطالة ما شاء الله احنا بخير ونعمة احنا يمكن تعتبر الكويت من دول الخليج أنا أعتبرها الأولى من التعليم من الثقافة من التطور من كل شيء الآن احنا قاعد نرجع الكل تقدم و احنا نرجع عياننا قاعدة في البيوت حطونا قانون دعم العمالة اللي خرب عياننا بالزيادة قاعد عياننا بيستخذ معاشات وقاعدة في البيت ما في دعم من الحكومة حق عياننا مشاريع ما في تنمية ما في ولا شيء هذا طيب انتوا سووا حلول حقها الشيء هذا أنا أعطيت حل الأخ يعطي حل هذا يعطي حل حطو جهة تنفذ تدرس الحل اللي احنا حطيناه تطرحها هل في هذا قبول من ناحية يعني من جميع النواحي ولا لا ما في أبد باهتمام بهالشيء هذا ما في يعني احنا نطر احنا ككوتيين ننطر ديوان الخدمة ليش في حلول ثانية في حل يعني أنا أقاعد الناس اللي خلال تستوفد يعني خلال العمر من ناحية الشهادة خدم 25 سنة أقاعد أعطي مجال حق الشباب إنه يجي مكانه نعم يعني هذا أهم شيء بالشباب نية حق طالب طالب أنت تربوي يعني حتى مسيرة ذاتية نبي تقيم لنا يعني سير العملية التربوية سير العملية التربوية سير العملية التربوية ثلاث كلمات بس أخاف أخلص الحلقة أو ما نسأل أنا رح أطيش إجابة من كلمة وقتها لا لا أخذ راحتك بالأكس أهل الديرا يسمعوني كنت هذا هدفك من الأهداف التربية يعني طيب تبينا غيمها بضمير ولا تقييم علمي لا لا كيفك أنا رح أغيمها تقييم علمي 100% دروس خصوصية في جميع بيوت الكوتيين هذا التقييم العلمي وأنا معك أما التقييم اللي بضمير والله العظيم وأقسم بالله تحت الصفر تحت تحت الصفر ما وصلنا الصفر إلى الآن ممكن أنك متحامل لا 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 أعطيش دليل عندي دليل في دولة بالعالم تصرف مليار و 260 مليون دينار أعلى من ميزانية المملكة العربية السعودية مكتملة ونتائج المخرجات عندنا حالات إغماء بوقت الاختبار نعم تعارفين اليوم شونه وصل في اختبار الإنقليزي خلني اسم إغماءه للديره وكذا اللي عندهم مولئة أمورة كيد درون أتفضل عندهم عندهم الريم اختبار اليوم اختبار اليوم تي الطالب الثاني عشر تبدأ الساعة الثمانة تنتهي الساعة ثنتين اختبار فترتين فترتين تبدأ ثمانة تنتهي الساعة ثنتين ها شو سويت وبشروا هايانه حلنا نص الاختبار النص الأول و النص الثاني طيب اختبار أمس الرياضيات أنا اختبار أمس أسميه جريمة منظمة جريمة جريمة منظمة شلون أنا قلت شلون أشوف أنوار تهز راسم أيديتي نحن مرشحين لما ييني من 150 إلى 200 اتصال أنا اليوم بدأت حملة الإعلانية اليوم بدأ ينزل اسمي في الجرائد وفي رغم التليفون لما أنا أتيني 150 إلى 200 اتصال على أن تكفى الله يخليك اطلع ببرنامج وتكلم أنت حاضرة تشتدرين دكتورة أنا ما كنت بطلع اليوم أنا كان المفروض أني أطلع أسبوع اليوم لكن رجاء الناس وتكفى الله يخليك وعياننا هذه العياننا لما يقعدون يترجون يتصلون الله يخليك استاذ احنا ترى شفنا رغمك ونتصل فيك تكفى اطلع وتكلم لما توصل في الطلبة هل تبعونهم يسوون تبعونهم يسوون ضراف جماعة عن الاختبارات هل أنتو كوزارة التربية ما عندكم جامعة تدمرون الأولاد شدي أنا إلى الآن ثاني عشر طبعا حتى مراحل النقل اثناش أدري ثاني ثنوي لا لا رابعة رابعة ثنوية عامة ثنوية عامة هذه خلاص رابعة ثنوي رابعة ثنوي تدرين دكتورة شلي صار اللي صار أنه في صعوبة في كل المراحل بس أنا لما أوصل إلى هذي الخلاص اللي بيتخرجون بيتشنون الجامعة ما عندي مقاعد ما عندي جامعة أدمرهم أحطهمهم جدي والسنة الماضية إذا تذكرون بالصيف الصيف هذا الماضي نعم ترى طلع تصريح للأسف من وكيل في الوزارة مهم جدا يقول أننا راح نعاقب مدراء المدارس اللي ارفعوا نسبة النجاح السنة هذه نعاقب نعاقب يعني بالعربي أنا وريتش دكتورة يصير خير بعد البرنامج أنا راويت شلون تسئليني السؤال هذا أشكرة واضح المدرس السنة هذه والمديرات مساكين الله يعينهم خافوا طبق 16 صفحة وين أنشتاين لو بيقعد ما يحل اختبارهم طيب شل الأسباب براي كنت السبب واضح واضح جدا السبب ما عندهم جامعة ناس فقارة الكويتيين ناس فقارة فقارة ونساعد لديار كلها ما تمت ديارة ما سوينا لها جامعة عين عذاري عين عذاري مثل ما تفضلت يعني ما شاء الله ديارة غني أنا أعطيش مثال قريب نحن تقريبا كل دول الخليج تقريبا بننا فيها جامعات إلى اليمن والأردن كذلك بس الأردن نبنى فيها أربع جامعات عيانا يدرسون فيها بفلوس نعم جامعة اليمن جامعة صنعة عميد الجامعة وهذه معروفة ومشهورة في كل الأوساط التربوية والتعليمية قال اللي الكويت تبني جامعة في اليمن بهالمستوى هذا أنا بروح بشوف جامعتهم لما يهني الكويت أنصدم في الشاليهات اللي خبرتش دكتورة فلذلك إحنا في الكويت مو من أولوياتنا التعليم يعني أنت قصدك مستقبل هالأيال نعم تخربط من أفس فوق حدر نعم فقط في سبيل عدم توفر جامعة وفي سبب ثاني صغير هالكبر اللي هو اللي هو لما يكون واحد عمره خمسين سنة عسى الله يعطيهم طولة العمر مقضي لي ثلاثين سنة منهم وكيل شي بيعطينا هذا شي بينتج لو بينتج أنتج بالثلاثين سنة اللي طافت هذه مشكلة أنا أعتقد والله طالب يعني حجينا وايد فيها سواء بالعلام والجرائد بكل مكان نعم أنا من يعرف ليش الحكومة ما قعدت حلحة ما عندها بديل سنة من السنين لا لا سووا سنة من السنين وصارت لجه تذكر قالوا وليصير قبل خمس سنة واسس سنة ثلاثين سنة ويطلع اي اي نعم صار فيهم دخلة الواسطة والمحسوبية توقف القرار تذكرون احنا ودنا الحكومة تسمعك وتسمع الأخت أنوار وتسمع نيانة احنا فعلا عندنا مشكلة فيلم أشأشين وليك تصريح مسميه بالديناصورات اي نعم صح اي نعم صح ومفعلا ديناصورات لأنه ما يحق له هذا مو مورث الكرسي للاسف مو مورث يعني مثل الطبيب الطبيب يعني إذا تروح للقديم القديم قبل نعم بن سليم وما يقبل ترى أي تطور يديد ما يقدر يعني ودائما العتج أغلبيتهم شديد أنا مو منهم أنا مو منهم أنا متجددة ومتطورة بس قصد يعني عفوا لهالكلمة هذه في ناس كبار ما يحبون التجديد والتخيير ويؤمنون بالتقليد وما سكن فيه نفس الشيء هذولا في زارة التربية أي شيء يدخل تجديد الناس الحين وين وصلت يا أخي طالب يعني خلينا تكلم لنا بعد حسن تربوي قولي قولي تطور في التربية وصل في العلوم بالأمريكا أي علوم التربية عندنا احنا علوم لا لا في أمريكا في أوروبا وين صلوا أمريكا وأوروبا وين صلوا وإحنا وين واصلين ممتاز احنا بالنسبة لنا قاعد نرجع وراء احنا نرجع اي احنا نرجع وراء وهم يطلعون قدام حسنة الحياة بعيد احنا الكويتيين قاعد نرجع وراء وهم يطلعون قدام بعضيش مثال بسيط هل أنت فهمت كل كلام اللي قاعد أقوله ولا في صعوبة باللغة واللهجة لا 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 واضح جدا طيب أخواننا الخليجيين يمكن يكون في كلمة صعبة يمكن وأنا أشك أنه أنا ما أفهم لهجة الخليجي أخواننا العرب في بعض الكلمات ما نفهمها ها سنة الحياة لما تي مدرسة خليجية زوجة كويتي درسة بالكويت ما أخذ البكالوريوس من الكويت هذه ورقتها ويتم التوقيع من الوزير نفسه للمقابلة ويتم رفضها لأنها خليجية ويتعين مكانها عربية هاي شي سمونا في الكويت لأنها شنو لأنها خليجية خليجية ما بذكر الدولة بس دائرة شوفين الدائرة على اسم الدولة اي شوفت الدولة اي هذا الوكيل